أبقل لكم قصة شخص كاد قومه أن يحرقوه هذا الشخص كان دائما يدعو قومه إلى ترك عبادة الأصنام وكان قومه يعبدون الكواكب فحتى يعبدوها الكواكب ما كانت تبقى في النهار تغيب فصنعوا على أشكال هذه الكواكب أصنام يتخيلون هذا الكوكب للشفاء ويصنعون عليه صنم يتخيلون الكواكب الثاني لرد الغائب فيصنعون صنم إذا غاب واحد جاءوا عند هذا الصنم إذا مرض شخص جاءوا عند الصنم الثاني وهكذا يعبدون الكواكب الشخص يدعوه من الله تعالى تركو ما أنتم عليه ثم أرادوا أن يخذفوه في النار فقال جملة أنجاه الله تعالى من النار لما قال ما هذه هي الجملة سأذكرها لكم بعد قليل أيضا فيه ناس تجمعوا لأجل حرب قوم قليل مؤمنين فهؤلاء المؤمنون القليل قالوا نفس الجملة وأنجاهم الله تعالى مما وقعوا فيه فما هي هذه الجملة سأذكرها بعد قليل شخص ثالث أيضا كان مؤمنا وخرج من بلد إلى بلد آخر واختبأه وصاحبه في غار وقال هذه الجملة فأنجاه الله تعالى هذه الجملة قالها نبي الله إبراهيم لما أراد أن يطرحوه في النار وقالها النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الغار وقالها المؤمنون لما قيل لهم يقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فما النتيجة قال الله قال الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء تبعوا رضوان الله هذا وقع في بعض الغزوات بين المؤمنين وبين قريش بل قال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام فإن تولوا فقل حسب يا الله لا إله إلاه عليه توكلته ورب العرش العظيم وقال الله عن المؤمنين قال الله عن المؤمنين وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إننا إلى الله راغبون فالنتيجة أن أحوالهم تغيرت بل قال الله قال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين هذا الذكر الحفاظ عليه يريث راحة ورد في بعض الأذكار أن المسلم يقول في الصباح والمساء حسب يا الله لا إله إلاه وعليه توكلته ورب العرش العظيم لكن التزام هذا في الصباح والمساء لم يثبت وكان شيخنا بن باز الله يجعله في الجنة يوصي بالإكثار من حسب الله لا إله إلاه وحسب الله نعم الوكيل لكن عدم الالتزام في الصباح والمساء يعني هذا من الأذكار والله الذي تجد لها أثرا في حياتك أثرا في تفريج كربتك أثرا في السعادة في الطمأنينة السلام عليكم